معي من بغداد دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور هشام إلى أي درجة قادر قادر قادة تنظيم بغداد على رأسهم طبعا على الاختفاء وإيهام الناس يعني نتحدث الآن وفق طبعا ما يحكى من المكافعة الإرهاب الأمريكية المسؤولين نتحدث عن أنه موجود وعن أنه يخطط لهجمات أكثر جهنمية بالتأكيد الكثير من من ألقي القبض عليهم أخيرا من قيادات تنظيم داعش اعترفوا أن البغداد لا يزال حيا ويستطيع الاختفاء في هذه المنطقة المحصورة بين شرق سوريا وغرب العراق منطقة واسعة وباستطاعته أن يتنقل بها بهدوء خاصة وأنه مكن نفسه خلال عامين من الكثير من البيوتات والكثير من القرى في تلك المناطق البعيدة وأيضا لديه الكثير من المال يستطيع أن يختفي لكن هناك تحول كبير في هذا التنظيم حينما بدأ يجمد رواتب الكثير من مقاتليه ويخفض رواتب من بقي كمقاتلين كأنه يريد أن يتحول مرة أخرى إلى قتال ما يعرف بالحرب الهجينة ويترك ما يسمى بأرض التمكين أيضا هو يؤسس إلى منظرين ومقالات وكتب ومناهج لدراسة كأنه يريد أن يستمر منافسا للقاعدة التي بعد هزيمتها مع طالبان في أيام 2001 وما بعدها تحولت إلى تلك الأسالي بالتالي هو على خطى القاعدة حينما هزمت في أفغانستان مناهج جديدة قتال هجين ادخار مالي عمليات نوعية وأيضا التركيز على أوروبا والتركيز على المناطق الغربية من أوروبا بما أننا نتحدث عن مثال كيف سيختلف الموضوع هذه المرة عندما ينفذه البغداد ينفذ هذه الاستراتيجية وما الذي يمكن أن نشهده في الفترة الراهنة نتحدث عن هجمات لأن الاستراتيجيات الأخرى فيما يتعلق بالتعليم الأطفال نتحدث عن استراتيجية واضحة وصفها أصلا مسؤول مكافحة الإرهاب الأمريكية بأنها بعيدة في المدى بالتأكيد هو أيضا يعول على ثلاثة أشياء باتجاه تنظيمات هي تعتبر الآن خلايا نائمة بالنسبة إليه تنظيم فتيان الجنة وأيضا جند الخلافة الذين هم أعمارهم دولة 18 سنة كثير من هؤلاء لم يلقى القبض عليهم في العراق وسوريا وأيضا الدراسات السابقة قدرت عديدهم ليس بأقل من ثلاثة آلاف مراهق وطفل هؤلاء سوف يركز التوجيه بالنسبة إليهم وأيضا يستخدمهم هم أنفسهم في عمليات التجنيد واستقطاب الآخرين خاصة من الذين لم يؤشر عليهم إنهم إرهابين وفي العراق وسوريا الكثير من هؤلاء والبعض من هؤلاء غادر العراق وسوريا إما باتجاه شمال أفريقيا أو باتجاه أوروبا هذه الستراتيجية لو فعلها البغداري نعم سوف تكون خطيرة جدا خلال السنوات الخمسة القادمة بموضوع تقليل ما نقلته أيضا واشنطن بوست بأنه من بستراتيجيته أيضا تقليل عدد المقاتلين بداعش هل هذا الموضوع مادي فحسب أم ما السبب حقيقة غالبا التنظيمات المنكسرة ترجى إلى ثلاثة عمليات بعد كل عملية انكسار وهزيمة كبرى كما حدث مع البغدادي تجديد البيعة وأيضا تخفيض العديد المقاتلين إلى دون العشرين بالمئة وأيضا تخفيض الرواتب لمن تم إبقاءهم خوفا من عمليات الاختراك وأيضا ادخارا للمال والثالثة هي حتى لا يكونون مكشوفين كون عددهم الكثير يجعلهم مكشوفين ومعروفين بالتالي هذه الستراتيجية تتبعها الجماعات الإرهابية لكن تخفيض العدد لا يعني أن الذين تم تجميدهم وتحويلهم إلى خلايا نائمة أصبحوا خارج التنظيم إنما هم أصبحوا خارج تكليف التنظيم لهم بوظائف إرهابية أنا أشكرك من بغداد دكتور ريشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة ترجمة نانسي قنقر